السلام عليكم يا ابطال كيف الحال يا رب تكونوا ان شاء الله بخير وبصحة ان شاء الله بإذن الله الدرس اليوم صفحة 126 طبعا الصف الاول الصف الاول 126 تمام الدرس اسمه الاشكال المستوية الاشكال الايه المستوية المفروض البطل في الدرس ده بيتعرف على الكلمات الصفرة اللي موجودة عندك ده هي نظر معايا كلمة ايه مثلس تمام وفي بعده كلمة مستطيل ثم المربع هاي يبقى الاول مسلس مستطيل بعدين مربع ودائرة ويعني وشه ضلع ويعني رأس تعال يا بطل معايا هنا هو الرجال شريح لك المسلس الجميل اللي قدامك ده سموه مسلس عشان هو يتكون من ثلاثة اضلاع ثلاثة ايه اضلاع وحد يقول لي وش هو الضلع يا استاذ نظر للجلم دية اللي انا سوتها دي عندك هنا اسمها رأس ودي ايه بعد رأس ودي ايه رأس يبقى المسلس له كم رأس ثلاثة رؤوس طيب وش هو الضلع الضلع القطع المستقيمة الخط الواصل بين الرأسين المتتاليين يعني يجوك وراء بعض اللي انا سوته بيد ده دي اسمه ضلع طيب وهزي بعد ضلع وهزي بعد ضلع يبقى المسلس له كم ضلع ايوه له ثلاثة اضلاع له ثلاثة وش هو اضلاع طيب له كم رأس ثلاثة رؤوس تاني هزي اسمها رأس تمام ورأس ورأس تمام وضلع وضلع يبقى عرفنا المسلس وعرفنا يعنيه ضلع ويعنيه رأس هذا هو المستطيل يا بطل المستطيل زي الساحل اللي كنا بنلعب فيها كورة او الملعب هذا مستطيل وهزا بعد مستطيل صغير يبقى عرفنا المسلس والايه والمستطيل المربع جميل بقى المربع بتبقى اضلاعه كلها متساوية المربع اضلاعه كلها ايه متساوية وهزا بعد مربع صغير جميل اضلاعه لازم تكون متساوية وهزي شو اسمها اسمها دائرة طيب فكر يا بطل كده هل الدائرة دي لها رؤوس طبعا ليس لها رؤوس وليس لها ايه اضلاع يبقى الدائرة ليس لها رؤوس وليس لها ايه اضلاع خلاص طيب بيجي بقى اللي هنا نشوفه تأكد من فهمك هل احنا فهمنا ولا لا اسمي الشكل المستوي المجاور واحوط الاشكال التي لها الشكل نفسه طيب شو اسمه هذا عيوة سامع بطل بقول هذا يا استاذ اسمه مثلس يبقى نكتب بيدك الجميلة كده جنبه تكتب ايه مثلس تمام طيب وين الاشكال اللي فهمه مسلس تمام هذه ما فيها مسلسات طيب دي دايرة طيب ده ايوة ده مليانة مسلسات فهمه مسلسات كتاب طيب دي فهمه مسلسات لا طبعا طب ده ايوة هذا ايه مسلس تمام اللي بعده شو اسمها ده ما احد يقول له كرة اسمها دائرة دائرة تكتب بخط جميل دائرة خلاص طيب هل دي الدائرة لا طبعا طب ده ايوة يصلح دائرة طيب الساعة دي دويرة ايوة ونص الليمونة الجميل ده هل شكله دائرة ايوة دائرة خلاص يبقى نحوط على الاشكال طيب اللي بعده نفس الطريقة اسمي شو اسمه هذا اسمه مربع اسمه ايه مربع طيب فين المربعات اللي موجودة دي نفع مربع يصلح يصلح مربع طب هذا لا طبعا طب هذا يصلح مربع يا رب تكونوا شايفين التصوير طيب اللي بعده هل هذا ايش اسمه مستطيل اكتب بخط جميل ما وارك شيء لا تستعجل مستطيل طيب ده تعتبر مستطيل ايوة جميل مستطيل طب ده لا ده مربع ده لان اضلاعه متساوي اضلاعه متساوي يصير مربع طب ده يا ينفع مستطيل لان اضلاعه ليست ايه متساوي طيب السؤال اللي بعده رقم 6 بيقول عدد الاضلاع وعدد الرؤوس ها هذا المربع له كم ضلع ايوة اربعة عشان كده سموه مربع طب الرؤوس اربعة ابشر هو عدد الاضلاع نفسه عدد الرؤوس طيب الدائرة لها كم ضلع ايوة سامع بطل يقول صفر ممتاز ولها كم رأس صفر ممتاز طيب بتحليلي بقى يا بطل انت رقم 8 بس ورقم 9 رقم 8 ورقم كام ورقم 9 صفحة 127 صفحة 127 وكام وعشرين في واحد بطل يقول يا استاذ انت طمرت الاختبار ايوة الاختبار انا طمرت صفحة 124 وصفحة 125 يا ريت الابطل يحلوه يرسلوه يبقى مية اربعة عشان نخلص صفحة 124 كاملة حلال حالك وصفحة 125 ومهمة جدا يا ريت حلالة يا بطل وترسلها مع الوادبات وانا بصحح حالك وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته